برحب بيكم في حالة جديدة انا ده فيديو جيد هنتكلم فيها عن اهم نصايح وطاقات او تخديرات للأبراج لشهر مايو 2021 هنتكلم عن الاثناشر برج هنقسمهم مجموعتين المجموعة الاولى اول ستة أبراج بعد كده المجموعة التانية تانية ستة أبراج كالعادة بليس ما تنسوش تابعوني على السوش الميديا على الانستجرام وعالفيسبوك تقولوني تفرجوا عليهم فين وانتوا برج ايو وتتفرجوا على قنواتي على اليوتيوب طيب اول حاجة خلونا نبتدي برج الحمل برج الحمل نصحت لكم الفترة دي انتوا تخلوا بالكم من صحتكم تنتبهوا جدا جدا لأكلوكو وشربوكو تنتبهوا لأي حاجة او لو حسيتوا بأي وعكة صحية او اي حاجة فيها تعب لكم انتوا على طول تتوجهوا للدكتور يعني ممكن يبقى عندك زيارة طبيب يا برج الحمل بس زيارة طبيب دي هيبقى it's something better for you يعني حاجة كويسة ان انت تروح فما تتبطأش في موضوع زيارة الطبيب دي خالص وياريت لو حسيت بأي قلة او اي مشكلة في صحتك تروح على طول تاني حاجة يا برج الحمل شايف ان انت عندك شخص ممكن يرجع تتكلم معيك من الماضي او ان انت تحصل صدفة تخليك ترجع تتحدث مع شخص انت كنت مرتبط به في الماضي بس انا شايفك خايف من مواجهة بالعكس انا شايف ان مواجهتك مع الشخص دي ممكن انت الكسبان فما تخافش وروح واجه الشخص ده روح اقوله كل حاجة مثلا كانت في بالك او حاجة انت كنت خايف منها وكنت خايف تواجهه لا مواجهة دي هتبقى لصالحك مش ضدك فلو عايز تواجه شخص رجعلك من الماضي خليك مقدام خليك جريء انت اصلا جريء برج الحمل ما بتخافش وروح اتكلم معاه بكل قوة وبكل حزب وان شاء الله هتحل اي مشكلة او اي حاجة علقة ما بينكو ما بينكو ما بين بعض تاني حاجة خلونا نقول نصيخ على برج التور برج التور شايفك صامت في الحب يعني انت يعني في الفترة دي افضل شيء ان انت تعبر عن مشاعرك بمنتهى المصدقية يعني انت بتخاف تعبر عن مشاعرك بتخاف تتكلم في الحب بتخاف تقول حقيقة مشاعرك بس الوقت ده استعمل ان انت تقول كل انت حسه اي ما هتخسر الشخص اللي بتحب اللي انه هو محتاج محتاجك في الوقت ده تتكلم ممكن يكون في طرف تالت في العلاقة ده طرف تالت بدأ يعني يخطف قلب حبيبك فانت محتاج ان انت تتكلم محتاج تعبر عن مشاعرك محتاج تعبر عن محتاج تقول ان انت تهتم بشريك حياتك او بشخص اللي انت بتحبه لانه هو في فترة حيرة او في فترة او ممكن يكون بيفد عنك دلوقتي وانت مش حاسس لانه هو هو برضو ممكن يكون ما بيعبرش عن مشاعره بسهولة فانا شايفة ان برج التور كلامك اخيرا يعني ده الوقت ان انت لازم تتكلم فيه تقول كل المشاعر الموجودة جواك ممكن تكون انت زعلام من شريك حياتك او حبيبك ومتدايق ما بتعبرش عنه ما بتعبرش بالكلام او مثلا عمل هو تصارفات سفزك فلا عاد بو تكلم معاه وعبر عن مشاعرك الحقيقية لان شايفة ان كل تأخر تعبير عن مشاعرك هيقدي الى انتهاء العلاقة وانت بتحب الشخص ده وانا مش عايزاك تخسره تاني حاجة واردو شايفة ان انت شايفة ان انت بتتكلم كتير عن نفسك او الفترة دي ممكن ناس تتاهبك بالغروب بصبت انت بتقول كل البلانز بتاعتك فحاول ان انت ما تتكلمش كتير عن نفسك حاول ان انت تقلل كلام عن طموحاتك عن اهدافك يعني ايه احتفظ بالحاجات دي لنفسك اكتر يا برج التور طيب تالت برج هو برج الجوزاء برج الجوزاء شايفك بتهرب من الحب بتهرب من مشاعر بتهرب من قلبك بتهرب يعني انت مش عايز ممكن فيه ناس مناسبين جدا يدخلوا حياتك وانت عمال تهرب عمال يجولك كده تجيلهم كده يجولك كده تجيلهم كده فيارت تستقر لبرج الجوزاء ولو فيه شخص مناسب داخل حياتك حاول تديله فرصة او حاول تسمع له حاول يمكن يكون هو معاه حلل مشاكلك او يعني هيقدم لك دعم فانت محتاج عشان 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 تقدر توصل للسكينة وصفاء الناس اللي انت محتاجه ما تضيعش الفرص من قدامك اسمع وشوف كل فرصة ما تحاولش تهرب من الفرص اللي بيجي لك يا برج الجوزاء على طبق من دهب طيب بعد كده خلونا نتكلم عن برج السرطان برج السرطان شايف ان انت فيه قرار حيسم لازم تتخذه في الخب ياريت ما تتبطأش في اغزة هذا القرار لان القرار ده هيأثر على مستقبلك يعني اي مشريك حياتك كصفات كعيوب كمميزات شوف هل انت هتقدر تتقبله كوان باكتج ولا لا اما ما تفضلش عمل زي الرأس والسلم ولا انت عارف تطلع قدام ولا عارف ترجع ورا ففيه قرار حاسب ان شاء الله بإذن الله هتقدر تتخذه القرار ده هيأثر على مستقبلك حاول تفكر بعقلك وبقلبك ولاش تتجري ورا قلبك بس يعني حكم قلبك وعقلك في العلاقة دي انا شايف ان شريك حياتك بيحبك بس هو ممكن يكون فيه عيوب كتيرة فانت الوحيد اللي هتقدر تحسم القرار مفيش حد تاني هيقدر يحسم القرار ده غيرك يا برج السرطان القرار ده انت الدسجن ميكر الاول والاخير فيه اقولولي يا جماعة الكلام ده بيتطفق معيك ولا لا احكولي اكتر طاقة مسيطرة عليكم الفترة دي ايه ندخل بعد كده على برج ال انا قلت الاسد برج الاسد برج الاسد الفترة دي انا شايفا ان انت محتاج تنطلق محتاج تعمل حاجات جديدة محتاج يعني تخرج بره الصندوق بتاعك تخرج بره القفص بتاعك محتاج تتعرف على ناس جيدة محتاج تنطلق محتاج تكتشف نفسك من اول وبتد علشان فيه فرصة حب او فيه قصة حب ممكن تبتدي معاك لما هتنطلق وتعرف على ناس ويبقى عندك اجتماعيات اكتر فمحتاجاج تكون انت اصلا شخص اجتماعي بس محتاجاج تنطلق اكتر بتروح ايفنتات تعمل حفلات تحضر عظمات لان الشخص اللي انت يعني ممكن ترتبط بها تتعرف عن طريق صديق صديق او عن طريق تجمع ايلي او عن طريق تجمع اصدقاء فالحب ينتظرك بس ابحث عنه وركز كويش في الفرص اللي ممكن تظهر قدامك يا برج الاسد انا عارفة ان انت بتتطلق بتتطلق الى الحب والغرام والعشق والهيام والفرص فشايفة ان فيه شخص شخص هيديلك الحب بس دور كويس الناس اللي حواليك من اصدقائك او اصدقاء اصدقائك طيب بعد كده بورجي وهو برج العزراء بحبكوا جدا يا برج العزراء طبعا برج العزراء شايفة ان انت الفترة دي مشتت في الحب محتار وعندك حالة عدم استقرار عاطفي علشان كده بمشجعش برج العزراء فان انت تاخد اي قرار ولا بالارتباط ولا بالانفصال هيظهر قدامك options كتير يعني ممكن تحس بالحيرة في الحب بسبب ان فيه ناس كتير ممكن تعرض عليك الحب يا برج السرطان بس يا برج العزراء بس انا شايفك مش مستقر او مش عارف انت عايز ايه ملغبط شوية فعشان كده يا برج او ملغبط ما بين شخصين معجب بشخصين في نفس الوقت محتار ما بين شخصين بس برج العزراء بلاش تدي يكون معطاء او تباين حبك لشخص هو مش بيديلك يعني شوف اي من العلاقة اللي ما بينك وبين البارتنر بتاعه شوف هو بتديك ايه وانت محتاج تديله ايه فبلاش تدي اكتر ما بتاخد يعني خلي فيه بالانس في العلاقة لان انا شايف ان انت ما كن بلكون بتدي اكتر بكتير جدا لحبيبك او شريك حياتك اكتر ما بتاخده منه ده هيعمل عقام ايه بالانس وده بيعمل حيرة بيعمل مشاكل كتير قوي قوي يا برج العزراء ثالث نصيح عايز اقولها ان ركز شغلك يا برج العزراء بلاش بلاش خلي حياتك العاطفية تأثر على حياتك العملية انه يحصل لك مشاكل كتير بسبب عدم تشتتك في حالات حياتك العاطفية ممكن يأثر على شغلك بعد كده برج الميزان برج الميزان شايف عندك الفترة دي شايف عندك حالة حب او حالة يعني انت واثق في نفسك جدا واثق في قدراتك واثق في يعني عندك ثقة في نفسك بس انت ندمان على قرار في قرار انت خدته او في موقف انت خدته ما خليك ندمان او زعلان او حاس ان انت فقدت حاجة يا برج الميزان ايز اقولك حتى وتقدر ايه قرارك اللي انت ندمان عليك ما تفكرش في اللي فات فكر لقدام فكر في المستقبل ملاش تقعد خلاص اي اللي حصل حصل حتى لو قرار كان قرار بانفصال او برتبط بشخص قدى ان انت مش مبسوط دلوقتي اللي جاي احلى يا برج الميزان فقط تركز وفقط يعني انسى الماضي وركز في المستقبل عشان تركز في الفرص اللي ممكن تجيلك بعد كده برج العرب برج العرب عايز اقولك ان انت بطل تشك يعني بطل تناكد على نفسك بطل تشك بطل عدم استقل فيك او بطل تزعل نفسك اه يا فترة صعبة على برج العرب ماديا وقد تكون مؤثر عليك عاطفية بس انت جايلك حب يا برج العرب الفترة دي عندك حب عندك غرام عندك شخص بيتطلع اليك قوي فيه شخص بيحبك جدا من برج ترابي او من برج مائي عمال بتفرج عليك عمال بي عمال يعني هو بيحبك قوي وعايز فرصة الشخص ده ممكن ما يكونش الشكل اللي انت بتحبه او الاستعال اللي انت بتحبه بس الشخص ده فيه فرصة قوية جدا جدا معاه ممكن يكون السول ميت بتاعك او توقم روحك بس هو محتاج فرصة فبلاش تتهرب من هذه العلاقة يا برج العرب او تخاف منها او تشكي فيها لأ ادخلها بثقة وهتلاقي فيه حاجات كثيرة قوي قوي هتبسطك يا برج العرب ندخل بعد كده على برج القوس برج القوس الغيرة القاتلة والمرأبة ممكن تأثر على عرقتك بشريك حياتك خلي الموضوع يمشي سموتلي بطلت رائب بطلت غير بطلت تعمل انا شايفة ان انت السببب مشاكل يا برج القوس انت اللي ممكن تحتوي الشريك او تمنج الموضوع هو مش بيخونك ولا فيه طرف تالت بس انت اللي بتعطي تتوهم نفسك بحاجات كثيرة جدا اطلع من اوهامك اطلع من شكك اطلع من غيرتك وحاول ان انت تهتم بشريك وتحاول ان انت تتكلم معايا وحاول ان انت تفهمه صح حاوله وتعمله فان سفره وعمله حاجة فيها تجديد للعلاقة بعد كده نتكلم عن برج الجدي برج الجدي يا برج الجدي برج الجدي عندك قرارات حاسمة لازم تقودها لفترة الجاية عندك حاجة حلوة تحصل لك ان شاء الله بإذن الله بس محتاج ان انت تهتم بصحيتك شوية برج الجدي عندك شوية مشاكل صحية ممكن تقف قدامك او مشاكل مادية حاول ان انت تعمل بتاعتك تنظم اولوياتك حاول ان انت تعبر عن مشاعرك للشريك برضو او بخاوفك اتكلم معاه بصراحة انا شايف ان انت محتاج تكون صريح مع شريك حياتك او مع حبيبك الفترة الجاية لان صراحتك معاه هتأثر جدا في اللي جاي حاول ان انت كمان يا برج الجدي ان انت يعني ايه لو انت متداق منه في حاجات بتستفزك فيه روح اتكلم معاك وانتهى الصراحة حاول تصبر على الازمة المادية او الازمة النفسية اللي انت فيها والصحية بس لازم تهتم بصحتك يا برج الجدي انت يعني جدي وحمل الفترة دي ممكن يكون صحيا عندهم شوية لغبطة بعد كده هندخل على برج الدلو برج الدلو يا برج الدلو الفترة دي انا شايف هك مقصر في العيلة عندك تأثير معين حاول تكتشف ايه هو التأثير ده وصبب التأثير ده في ايه ممكن تكون مؤثر مع عيلة مؤثر في شغل مؤثر في مدرسة مؤثر في اي حاجة بس حاول ان انت تكتشف سر التأثير ده برج الدلو انت زكي بتعرف تنقذ نفسك فشوف انت ايه اللي انت ايه اللي ممكن يحصل عشان تنقذ نفسك في الموضوع ده عندك علاقات كتيرة جدا ولغبطة حاول تعرف حاول تعرف انت عايز زي لان انا شايفك متلغبط مش عارف انت عايز ايه او انت في حاجة مضايقات من نفسك انك بتلوم نفسك كتير ما تلومش نفسك ابدأ فكر في الحلول ابدأ فكر في ان انت تصل للي انت عايزه بعد كده خلونا نتكلم عن برج الحوت يا برج الحوت برج الحوت شايف عندك فرص كتيرة جدا بس انت بتتجاهلها فرص في الحب اشخاص بتحبك اشخاص بتحبك بس هما مش يعني انت محتاج ان انت تقرب من الناس بتحبك يا برج الحوت انا شايفك بتلغبط في حاجات بعيدة عن الهدف الرئيسي كاينك انت بتلعب في منطقة والهدف الرئيسي في منطقة اخرى فكر بطريقة في شخص بيحبك او موجب بيك اهو نفسه يقرب منك بس انت مش بتدينه فرصة شوف مين نفسه يعني ما تحكمش على الحاجة من بره يا برج الحوت ادخل جواها واختص عشان تكتشف الحقيقة ان في شخص حلو جدا او كويس جدا او مناسب جدا ليك بس انت مش شايفوه عمال بتلعب حاجات ملهاش لازمة ففكر في الصح يا برج الحوت دي كانت اهم النصائح العاطفة كل برج من الابراج لشهر مايو اه يعني الطاقة دي مدة شهرين يعني مايو يونيو اه كالعادة ما تنسوش طبعوني على السوشال ميديا عايزة كل الناس اللي عندي على اليوتيوب يدخلوا على الانستجرام بتاعي راشا مراد اندرسكول وعلى الفيسبوك كتبوا راشا مراد دا تلاقل فافحة مكتوبة بالراشا مراد بالعربي بالانجلش فهيريت تدخلوا على كل مواقع السوشال ميديا بتاعتي Thank you قولولي النصائح دي متفقة مع الطاقة بتاعتكو ولا لأ قولولي انتو برج ايه بتفرجوا علي من فين و ايه اكتر طاقة مسيطرة عليكو انا الطاقة بتاعتي ان انا كبرج العزراء ملغبطة فعلا ومحتاج اعمل priorities ومحتاج انظم حياتي ومحتاج حاجات ابطل اهتم بيها وحاجات تانية اركز فيها Thank you I love you all Bye bye مع السلام